هلو اللوم جديد معكم عبد الكريم المزي من قناة Gamer Snack في حلقة جديدة من أخبار الأسبوع في هذه الحلقة باتكلم عن أبرز ما كشف عنه في معرض إيثيري لهذا العام يجمع مؤتمر إيثيري في شهر يونيو من كل عام عمالق التصنيع عجزة ألعاب الفيديو مع أشهر مطوري الألعاب في العالم لعرض أحدث ما لديهم أو الإعلان عن الخطط المستقبلية لمنصات الألعاب وحافل مؤتمر إيثيري لهذا العام حظى بالكثير من الإعلانات المميزة اللي عاد للمؤتمر شعبية الأولى واللي كان من أبرزها إعلانات مايكروسوفت والعاب سوني كما هو متوقع إلى جانب بعض الشركات الأخرى ومطوري الألعاب أبرز ما كشفت عنه شركة مايكروسوفت في مؤتمر إيثيري لهذا العام هي وحدة الإكس بوكس 1S المميزة بحجم أصغر بنسبة 40% من الإصدار الأصلي وتدعم تشغيل فيديو بدقة 4K HDR والعاب HDR ويأتي هذا الإصدار مع سعر تخزين بـ 500 جيجا بايت أو 1 تيرا أو 2 تيرا وأيضا وحدة تحكم جديدة مع سعر يبدأ من 299 دولار لنموذج الـ 500 جيجا بايت هذا إلى جانب خدمة الإكس بوكس بلاي الجديدة من ماكروسوفت التي تتيح اللعب من أي موقع وذلك من خلال تحميل رقم للألعاب ومن ثم اللعب من خلال أي منصة إكس بوكس 1 أو ويندوز 10 دون أي تكلفة إضافية حيث يمكنك شراء اللعبة بأي صيغة محددة ومن ثم يمكنك الحصول على اللعبة المخصصة بأي صيغة أخرى بشكل مجاني وكما أعلنت ماكروسوفت عن ألعاب Final Fantasy 15 و Gears of War 4 إلى جانب لعبة Forza Horizon 3 واللي ظهرت بعرض HDR من خلال منصة إكس بوكس 1 اس الجديدة لم تكشف شركة سوني عن أحدث ما لديها من أجلسة البلايستيشن خلال مؤتمر إثري لهذا العام إلا أنها بعكس ماكروسوفت ركزت بشكل رئيسي على إصدارات الألعاب المميزة ومنها لعبة God of War واللي تأتي برؤية جديدة في إطار قصصي مثير هذا كما كشفت عن الإصدار الجديد من لعبة Days Gone ولعبة زومبي إن في سيد وورد مع أشكال جديدة من وحشة زومبي الشهيرة كما كشفت عن تفاصيل جديدة لألعاب E3 2015 ومنها Horizon Zero Dawn المقرر أن تطلق للأسواق في 28 من شهر فبراير لعام 2017 ولعبة Last Guardian المقرر أن تتوفر في الأسواق في 25 من شهر أكتوبر 2016 أيضا من بين علانات سوني كان تسعير البلايستيشن VR اللي تنطلق إلى الأسواق بسعر 399 دولار في الثالث عشر من شهر أكتوبر لعام 2016 مع خمسين لعبة جديدة إلا أن سوني لم تقدم أي تفاصيل عن وحدة البلايستيشن 4.5 نيو أبرز ما أعلنت عن نيتندو هذا العام في مؤتمر E3 كان لزيلدا حيث أعلنت شركة عن اسم اللعبة الجديدة Breath of the Wild كما قدمت الفيديو التشويقي الخاص باللعبة هذا كما خصصت الشركة عرض كامل للعبة خلال المؤتمر مع تجربة عملية لبعض اللعبين لمميزات اللعبة الجديدة هذا ومن المرتقب إطلاق زيلدا في عام 2017 إلى جانب اصدار الشركة نيتندو NX إلا أن شركة نيتندو أكدت على أن NX لن يكون من بين الإعلانات أو العروض الخاصة بالشركة في المعرض قدمت EA مجموعة من الإعلانات عن أحدث ما لديها من إصدارات الألعاب اللي سيتم الكشف عنها في العام المقبل منها لعبة Titanfall 2 ولعبة Mass Effect Andromeda ولعبة FIFA 17 وأيضاً Battlefield 1 و Star Wars هذا إلى جانب إعلان تشويقي عن لعبة PlayStation VR اللي بتعطي اللعبين تجربة جديدة كم من أبرز إعلانات الشركة لهذا العام Dishournet 2 هذا إلى جانب لعبة Quick Champions التي تأتي بطابع التسعينات حيث من المقرر أن تنظم إلى مجموعة متنوعة من المحاربين بقدرات خاصة لكل محارب هذا كما تقدم الشركة إصدار خاص للواقع الافتراضي من Fallout 4 ولعبة Doom لتؤكد الشركة على تطوير الألعاب لتقنية المستقبل كانت شركة يوبيسوفت قد كشفت عن لعبة Watch Dogs 2 خلال الأسبوع الماضي لذا لم يأتي هذا المؤتمر بالكثير من الإعلانات الجديدة للشركة إلا أنها قدمت عاضل لعبة Star Trek بتقنية الواقع الافتراضي إلا أن التوقعات تشير إلى اقتراب إطلاق الألعاب التي أعلن عنها في مؤتمر إيثري لعام 2015 ومنها لعبة South Park ولعبة Ghost Recon المتوقع أن تصل إلى الأسواق خلال 2016 إلى جانب بعض الألعاب المتوقع إطلاقهم قبل نهاية هذا العام لم يكن لدى شركة Activision الكثير من الإعلانات هذا العام إلا أنها كشفت عن لعبة Color Beauty, Infinite Wear Fair ولعبة Skylanders Imaginators مع تفاصيل جديدة مع شخصية فيف في اللعبة هذا كما أعلن عادة إصدار من لعبة Crush بشكل خاص للإصدارات الثلاثة الأولى على أن تظهر الإصدارات الجديدة على البلاستيشن 4 في عام 2017 أبرز الألعاب في مؤتمر إيثري لهذا العام وظهر في إيثري لهذا العام مجموعة كبيرة من الألعاب أو إصدارات الألعاب الجديدة اللي تأتي لمنصات الألعاب المختلفة من البلاستيشن 4 والإكس بوكس 1 إلى جانب الحاسبات وهذه أبرز الألعاب وأكثرها شعبية في مؤتمر إيثري وفي النهاية من الحلقة عجبتكم لا تنسوا اللايك وسبسكرايب وهم الشيء تنشروا المقطع واللي مو مشترك في قناتي قناة .gamer يروح اشترك فيها الآن موسيقى